اشتركوا في القناة أعزائي المشاهدين يسعد مساكم نلتقي معكم اليوم بحلقة جديدة من برنامج صوت الشعب برشاشتكم الأيوان تيفي والتواصل مستمر معكم دائما في هذا البرنامج يتحدث فيه كالمعتاد بالقضايا الوطنية وكل شيء يهم المواطن الأردني المواطن الأردني اللي حط ثقته في عدد كبير من الأشخاص كانوا وسائل الإعلام أو المسؤولين في مواقع مسؤولياتهم ومؤسساتهم والوزارات وحتى مدراء المدارس المواطن الأردني اللي بيبحث من فترة طويلة فترة زمنية ليست بالقصيرة عن أبسط 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 حقوقه وهذه الحقوق اللي صار يكتسب جزء بسيط منها بعد تعب وبعد جهد وبعد مطالبة وفي بعض الأحيان إذا كان عنده واسطة وشيء يتعلق بالمحسوبية وإحنا في الأردن اليوم المعاناة كبيرة في أنك تحصل حقوقك هذه الحقوق اللي إحنا منشوفها على الورق منشوفها في الكتب منشوفها في القوانين وبتم دراستها والتعامل فيها والتواصل فيها لكن على أرض الواقع ما منشوف الشيء اللي يناسبنا ويلبي طموحاتنا كمواطنين وصلنا لمرحلة أنه صار ينهت علينا حتى في موضوع الحقوق يعني إحنا والله قدمنا لكم والله يزفتناكم هالشارع والله فتحنا لكم مدرسة والله يناويين بعد سنتين ثلاثة نعمل مشروع الفناني وناويين بعد فترة زمنية نعمل المستشفى الفناني وأسسنا للباصل السريع وأسسنا لقطار خفيف وأسسنا 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 وبتحسهم بذلوك حتى في الشيء اللي بدون يقدمو لك وكأنك أنت شخص جاي من عالم آخر أو شخص جاي مستأجر أجار في هاي البلد وبتستنى وبتنتظر هذه الحقوق البسيطة اللي أنت لازم تحصلها ومتعلقة بعنواننا الكبير اللي بنحكي فيه في كل حلقة وهو عنوان المواطنة المواطنة ما بين الحقوق والواجبات طلحنا مرة سؤال على كل الأشخاص اللي قابلناهم في الشارع شو هي المواطنة تسعي في المية أن الإجابات كانت تتعلق بالولاء والانتماء ولازم نحب وطننا ووالآخرهم هذا الشيء اللي رسخته الحكومة في ذهن المواطن الأردن هذا الشيء اللي رسخته المؤسسات في ذهن المواطن الأردن وصار المواطن يعتقد أن المواطنة هي عبارة عن ولاء وانتماء فقط لغير أنه أنت كيف تحب بلدك؟ تسمع أغاني وطنية تطلع بالمسيرات تشارك تحضر احتفالات وطنية أنت هيك مواطنة ودمج أكثر من مصطلح وأكثر من مفردة مع بعضها البعض حتى وصلنا لمرحلة أنه ضيعنا مفهوم المواطنة الحقيقية لكن مفهوم المواطنة أنه يكون إليك حقوق وبنفس الوقت تأدي الواجبات لكنك تحصل حقوقك قبل ما تأدي الواجبات نحن العكس نحن اليوم نقدم مواجباتنا وحقوقنا منقوصة ومكتسبة في بعض الأحيان وتوصلنا لمرحلة أنه منعاني معاناة كبيرة حتى نصل لمرحلة الحقوق وأصبحت الحقوق أمنيات وأحلام فاصل وراجع أنا كيف بدأ أحافظ على الأمن والأمن وأنا الأمن الغذائي سيء والأمن التعليمي سيء والأمن الاجتماعي سيء راحت على المدارس اليوم اليوم راحت على المدارس والله ما معي مريزي والله أعطيه المصروف والله نحن المواطن ممكنين فجر في أي دقيقة عجلات الملك قال لك أنا بضغط من فوق ونتو ضغطوا من تحت واليوم نحقنا أنه نضغط من تحت اتعبنا في الأردن واحنا منقولكو مع ناس شب سواء هناك؟ والله بلقى مثل يوم رقى جيمات مشانا بيحل واخر خبس ويوم رقى خبس طريق والله بلقى لا زفت فيه لا أكل فيه لا شرب فيه لا صحة فيه لا تعليم فيه وبعد الحكومة مصرة إنه إحنا أمورنا تمام إحنا وين من مقولة الإنسان أغلما نمك والله صار لي عشر سنوات ما أشتريت رقى في الخبس يمكن أشتريت وثلاث مر آن تبع لي حياة رجعنا بعد الفاصل وحديثنا في بداية الحلقة يتعلق بالمواطن وأنا دائما بحب أركز على موضوع المواطن لأنه بصراحة معظم متابعتي للبرامج اللي بتكون على معظم القنوات الأردنية أو وسائل الإعلام خليني نحكي عن وسائل الإعلام بشكل عام بشوف البرامج مفرغة من فكرة إضاح المفهوم أو المصطلح للمواطن الأردني بشكل صحيح يعني معظم البرامج تستضيف أشخاص معينين وتبلش من أول البرنامج على حكي ومشادات ومناظرات وكل هذه الأمور بتكون في بعض الأحيان لمصالح شخصية يعني الشخص بيكون بدي يبرز عضلاته حتى يورجيك أنه أنا شو بقدم للبلد لكن ما أخوفيها كان أعظم وبرامج أخرى تهتم بفكرة أنه والله إحنا بنوصل المعلومة والباقي عليك كمواطن الأردني حبينا في هذا البرنامج بصفته صوت شعب أنه إحنا نوجه البوصلة أو نخلي الموضوع باتجاه أنه نوضح للمواطن الأردني شو أنت وين مكانتك لأنه هو لما يحكي إحنا وين رايحين قبل ما تحكي أنا وين رايح أعرف أنت مين في البداية أنت هذا المواطن الأردني اللي بيمتلك هوية أردنية ومش المقصود في الهوية الهوية البطاقة الشخصية الهوية الأردنية الكيان الفكر الثقافة الأخلاق الأعراف العداد التقاليد هذا الكم من الشيء اللي بيبرزك أنت كمواطن أردن معظم مواطنين ما بيعرفوا هالأشياء بيعتقد أنه الهوية مغيبة وبيعتقد أنه الأعراف والعداد التقاليد أصبحت شيء ضار لمصلحته الاجتماعية والكيان الاجتماعي اللي هو أو النسيج الاجتماعي اللي ماشي فيه فبيعتقد أنه والله أنا بالنسبة للعشائرية هاي بتضرنا كلها محسوبية واسطة بالنسبة لموضوع الأعراف والعداد التقاليد هاي لازم نغيرها لأنها صار تأثر عننا إحنا قاعدين نقتل الموروث الأردني اللي فينا لهيك صرنا نروح باتجاهات نحكي لبعض إحنا مين رايحين إحنا إذا ما اشتغلنا على دواخلنا واشتغلنا على الشعبويات اللي موجودة فينا واشتغلنا على الأمور اللي إحنا ممكن نبرزها ونأسسها صح أكيد مش راح نقدر ننظر لمستقبل أفضل وانظر لكل دول العالم وخصوص الدول المتقدمة من اليابان وصولا لبريطانيا وصولا لأمريكا كل هذه الدول قاعدة بتحافظ على الموروث بتحافظ على الهوية حتى تقدر تنتج وتتقدم إحنا على لاكس تماما إحنا قاعدين نحارب الهوية ومنحارب الموروث ومنحارب العادات والأعراف والتقاليد ومنستسقي القوانين من برة ومنجيبها عندنا على البلد صرنا نجيب القانون الفرنسي وصرنا نجيب القانون العرفي البريطاني وصرنا نجيب الفكرة المجتمعية أو المرتبطة بجمعية عالمية بفنلندا وإشي بسويسرا وبدنا نجيب التجربة الدينماركية وبدنا نجيب التجربة السويسرية وبدنا نخلق حالة من مجتمع متعود على ثقافة معينة وهوية معينة ونبرز في داخله هوية جديدة بثقافة جديدة بفكر جديد فإحنا قاعدين مندمر هذا النسيج ومندمر الفكر ومندمر الأخلاق ومندمر الدين فلهيك إحنا لازم نكون كمواطنين واعيين للمرحلة القادمة واعيين إحنا وين رايحين فالمواطن لما يخرج ويحكي أنا وين رايح أو الأردن وين رايحة إنت أعرف مكانتك اليوم في الأردن وين في شغلك وفي عملك وفي علاقاتك وفي تواصلك وفي حبك لبلدك وفي الخندق اللي أنت متمترس فيه حتى تقدر تصل لمرحلة أنه أنت في دفاعك عن وطنك هل أنت بتدافع عن جد ولا قاعدة بتضرف في وطنك لهيك صار يتغلغلوا بيناتنا أشخاص بالفيديوهات اللي بيطلعوا فيها وصاروا يعطون معلومات وصاروا يعني في بعض الأحيان يشوهوا في بعض الأحيان يوصلوا معلومة حقيقية في بعض الأحيان يأثروا على كياننا الداخلي وإحنا جماعة صرنا نفكر بس أنه والله يبدأ نفتحها اللايف عشان نشوف شو المعلومات اللي مخبية عنا في البلد هي المشكلة مش معلومات مخبية هي إحنا إحنا اللي مش قادرين نفهم أنه إحنا مقصرين في حق بلدنا إحنا مقصرين في حق أنفسنا لهيك صرنا نشوف أي فيديو أو أي معلومة نركض وراها ونصدقها أو نمشي فيها حتى لو كانت صحيحة لكن أنا اليوم كمواطن أردن وين مكانتي أنا كمواطن أردن وين ثقافتي هاي الأمور معدومة عنا في البلد لهيك صار كل واحد يودينا ويجينا صار كل واحد يقدر يأثر علينا سلبا مش للأمور الإيجابية وصرنا إحنا نحارب بعض وصرنا نقاتل بعض وصرنا نستفز بعض وصرنا ندور كيف بدنا نسحج صحة وكيف بدنا ونسينا الموروث ونسينا الفكرة ونسينا الثقافة ونسينا العرف ونسينا العادات والتقاليد فمهم اليوم لما نعرف المصطلحات كمواطنة أعرف أنا كمواطن أردن وين مكانتي أنا كمواطن أردن شو إلي وشو علي أعرف أنا اليوم كيف ممكن أستفيد من بلدي أعرف الأراضي هاي اللي بتروح بتروح لمين أعرف هاي المي اللي بتروح بتروح لمين أعرف أنه لما يكون فيه عندي لجوء جوة أردن أنا كمواطن أردن موافق أو مش موافق أعرف أنا لما تنباع الكهرباء وتنباع الملكية وتنباع الفوسفات وتنباع البوتاس وتنباع العقبة وتنباع نص البلد أعرف ليش انباعت ولا مين انباعت ومين الأشخاص بيستثمروا فيها الأشخاص اللي قاعدين بيتجنسوا عنا في البلد وبينعطوا جنسيات أردنية مين هم هذول اللي صاروا أردنيين أنا كشخص اللي ما كون قاعد في بيتي بقبل أدخل واحد عنده على البيت أنا ما بعرفه إحنا دخلنا ناس عندنا على البيت وما منعرفهم في سبيل قال والله مليون دافع طب مليون مهو دافع حنو بيستثمر فيهن طب هذا شو جنسيته شو فكره شو ثقافته شو ديانته هذا ممكن بكرة يصير مستثمر كبير ينزل الانتخابات وينجح وصير التحكم في بلد فإحنا كمواطنين اليوم دورنا إنه كون إحنا واعيين لحاننا هذا من أهم الحديث اللي ممكن نحكي فيه كل الأخبار مش مهمة كل أخبار بتروح وتجي الحكومة بتطلحها اليوم بتغيرها بكرة لكن أهم حديث هو هذا الحديث اللي إحنا قاعدين متفوه فيه اليوم إنه إحنا كمواطنين وين وجودنا وين كياننا اليوم مواطن الأردني هو عبارة عن شخص بده يأخذ ثلاثمائة وخمسين دينار وظيفة شخص تروض على فكرة إنه أنا لازم أكون موظف ولازم أأخذ قرض ولازم أندان ولازم أن أحبس لازم أكون شخص يا دوب يقدر يطعم ولاده لازم أعيش بالمعاناة وبالتعب وبالجهد إذا ما عشت تحت الضغط أنا ما بقدر أعيش هيك صار المواطن الأردني وصلنا نترجى وإخوان عفو عام وإخوان كذا وبدنا 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 وإحنا قادرين أنه نغير بنحكي على انتخابات وعن النواب وشايفين المأساة اللي عاملينها مجلس النواب وبنرجع بكرة على التصويت نرجع نصوت بنحكي على أذى الوزراء إنه وبنحكي إنه ما بيخدمونه بس وزير يجع محافظة كلهم بيطلع بيهلل وبرحف فيه طول هره بنحكي على رئيس الوزراء وبس يجي الرئيس الوزراء بصير نركض ورا السيارة تبعته بنزل شخص من فوق من منصة بده يركض عند رئيس الوزراء يطلب وبطلع النواب بيحجزوه مع أنه لازم رئيس الوزر يحجز عن النواب لأنه بيثبتل وجوده عشان يصوتوله فهاي المعادلة المتناقضة اللي احنا بشايفينها اليوم في البلد اللي بتأثر علينا ووصلتنا لهاي المرحلة المأساوية لازم نفكر فيها كمواطنين لازم نرجع للمربع الأول حتى نقدر نخدم أنفسنا بأنفسنا لا تنتظر الخير من أي شخص موجود كل شخص قاعد يفكر في مصلحته فأنت اليوم فكر في مصلحتك وفكر في وجودك وفكر أنت وين موجود حتى تقدر تصل لنتيجة إيجابية تقدر أنت تعرف أنا وين رايح وما تتابع لا صدام المجالي ولا تتابع أي شخص آخر ولا بدك واحد ينظر عليك ولا بدك واحد يوصل لك معلومة أنت بدك شغلة وحدة بدك تكون في عندك ثقة في نفسك وعارف أنت وين بدك تروح وما تحكي إحنا وين رايحين أنت ممكن تروح لحالك في أشخاص آخرين صار يفكروا صار يبحثوا كيف ممكن يطوروا من أنفسهم كيف ممكن يصلوا لمرحلة يكونوا فيها أفضل وأحسن هذا الشيء اللي حكيته أنا في بداية الحلقة أهم شيء ممكن أحكيه في كل البرنامج بعد 100 حلقة أو 120 حلقة هذا أهم شيء ممكن إحنا نفكر فيه ونبني عليه باقي الحلقات اللي جاي في الأيام الجاية نبني فيه ثقافة البرنامج وفكرة البرنامج وتطور البرنامج وبجزء هذا الشيء اللي بحكيه ما بتشوفوه في أي قناة ثانية أنه برنامج قاعد بابني على عناوين وعلى مصطلحات وعلى فكر وأنا حتى نقاش الأخبار قاعد بوصلكوا فكرة أنه أنت كمواطن أردني مظلوم أنت حق المواطن مش ماخذوه كمصطلح ولا مفرده فلازم تفكر صح لازم تفكر صح بدل ما نركض وراء دعم الخبز ونركض وراء الأمور اللي بتدايقنا وبتعبنا فأنا بدي تركزوا معي بهذا الموضوع حتى لما نناقش الأخبار نناقشها بطريقة نكون فاهمينها صح ما نكون بالناقشة بجرد أنه أنا بدي أمشي حلقة وسلك أموري وخلصوا يلا سلاموا عليكم انتهى الموضوع حتى صفحة صوت الشعب بدي ياكم تشاركوا عليها في عنا صفحة صوت الشعب يدخلوا عليها وشاركونا بحديثكم باستطلاعاتكم بآراءكم بدل ما نقعد بس فلان والله علي دين وفلان علي كذا لا ناقشوا معنا شاركونا ومنطلع معكم كمان لايفات عليها حتى نقدر نتواصل ونحل مشكلة مربوطة في فكرنا مش مربوطة بجيابنا بقوايا مالية لأنه إذا فكرنا صح راح تنحلل المشكلة الموجودة في جيابنا لكن إذا ما فكرنا صح راح نصل لمرحلة طريق مسدودة نزلت بوست الآن كل يوم بقول مين يشتغل معي كل الناس فكروا مين يشتغل عندي كلها صار بدها مكاتب وبدها فيسبوك وبدها وبدها لآخر شي إحنا منحكي مين يشتغل معنا لازم كلها تنكاثف الجهود حتى نقدر نصل لبر الأمان لكن قاعد في البيت وما بدك تشتغل وبدك مكتب ووفر لك شيء معين خدينا وياك نستغله حتى نشتغل مع بعض ونتعب لكن ما في حدا بده الكل بده على البرد المستريح هاي الثقافة اللي نزرعت فينا وصلتنا لهذه المرحلة وخلتنا اليوم نتندم ونشارك في هاي البرامج ونصير نقول يا رب وساعدونا ومشاء الله وداخر على الله وثم عليك الرسالة وصلت أتمنى أن الرسالة وصلت الروح للأخبار أعطوني أول خبر المعشر يطلب أدلة على تجاوزات حكومية طالب نائب رئيس الحكومة رجاء المعشر الثلاثاء تزويده بأدلة على تجاوزات ذكرها نائبان وخلال جلسة شريعية صباحية لمجلس النواب طالب المعشر بتزويده بالأوراق التي تثبت وجود تجاوزات وجاء حديث المعشر ردا على اتهام النائب وفاء بني مصطفى لوزارة خدمية بتعيين أربعين قريبا لمتنفذ كما رد المعشر على اتهامات بسيطرة شركة قانونية لها مقر في إسرائيل على البنوك ودوائر حكومية في الأردن سيطرت شركة يهودية على بنوك وعلى واقع وتوظيف أربعين وساعات النائب تتحدث عن أربعين شخص اللي قرابة معينة هاي الفوضى العارمة اللي إحنا بنحكي فيها هي الفجوة اللي أنا كنت أحكي فيها قبل شوي لأنه إحنا مش عارفين شو بصير إحنا ما بنعرف شو بصير قديش شخص له نائب طلب النائب وحكى معاه في الأمور الوطنية حكى معاه في أمور التشريع قديش عشيرة أو منطقة أو حي بيمثلها نائب معين قالته تعال انت ليش بتغيب انت ليش بتغيب انت ليش ما بتحضر انت مين بتمثل قاع بتمثل نفسك روح مثل نفسك ولا ترجع لنا مرة ثانية انت مين بتمثل بتمثلنا إحنا تعال ناقشنا في كل قانون في كل جلسة قبل الجلسة أقعد معنا وبعد الجلسة أقعد معنا لو في ثقافة مجتمع حقيقية وإحنا خايفين على البلد كل محافظة أو كل منطقة أو كل حي أخرجت نائب بيمثلها أو بيمثل قاعدة شعبية معينة هاي القاعدة الشعبية لو بتفكر في البلد وبتفكر إنها بتخدم نفسها وتعرف هي وان رايحها بيهيئوا من الأشخاص الموجودين أربع حقوقيين ثلاثة مهندسين اثنين أطباء ناس صحفيين كل منطقة فيها يناخشوا هذا النائب ويعطوه معلومات ويأخذ منهم معلومات وصير يقاتل بإسمهم في مجلس النواب ويأثروا تأثير كلي كل قاعدة شعبية لازم يكون في عندها مجلس مجلس أهم من مجلس النواب هذا المجلس هو اللي بيفرد هو اللي بيعطي المعلومة حتى النائب لما يروح بس يروح يصوت حتى ما عنا مشكلة يطلع يحكي قدام رئيس وزراء أنا مش سامعك ما بدنا تطلع تحكي كلمة قدم وسودة ويقولهم أنا هاي اللي أجتني من جماعتي قعدنا إحنا في المجتمع المحلي الأشخاص اللي صوتوا فيه وأنا وياهم وقفنا مع بعض وحتى لما صوت فيك لازم يكون الوجود هي منافسة عرص وطني وتأخذ هذا الملف وتقدمه لرئيس الحكومة أنا اليوم بمثل منطقة فلانية اليوم قعدت أنا والمجلس المحلي اللي أنا اخترته وبصفة التشريعية اليوم أنا جاي أصوت يا بوافق أو ما بوافق لكن النائب بلعب لحاله بدور على مصالة شخصية والناس قاعدة بس يجيها النائب عمنسف وبعدين انتهى الموضوع راح يا جماعة خير حين لازم يكون أوعى هذا النائب اللي انت انتخبته ووصلته لمجلس النواب لازم انت تجلس معه لازم قبل الجلسة وبعد الجلسة لازم تعرف شو اللي يصير لكن اليوم فيه نائب بيبعث لنائب رئيس الوزراء بقول له فيه أربعين شخص توظف بقول لك فيه شركات قال فيه شركات عنا في الأردن قال قائمة عليها مدعومي قال من الكيان الصيوني وش عيب نحكي هذا الحكي إحنا أصلا وين دور الحكومة وين دور الرقابة وين دور الأمن الأجهزة اللي بتقول لك انه احنا بدنا نحافظ على هالبلد وإذا الموضوع يعني فيه دعم مالي وفيه فيه لآخره هاي الدعم لمين ومين أصحاب هذا الدعم ومين بيشتغل في البلد في مصاري الكيان الصيوني أو في أي شيء آخر فيه أمور كثير يحنا لازم يكون أوعا إلها اليوم لما ينفتح ملف في بعض الأحيان أنا بحس إنه ملف بنفتح حتى يغطع ملف آخر فنصير إحنا نحكي في الإعلام على هذا الموضوع ومننسى موضوع الدخان بنحكي في هذا الموضوع مننسى موضوع البوتاس بنحكي في هذا الموضوع مننسى موضوع الفوسفات وبننسى موضوع العقبة وبننسى موضوع الملكية وبنهون في موضوع على حساب موضوع آخر وبطلع بكل شفافية بيقول لك فيه شركات صهيونية قاعدة تشتغي في البلد وفيه شخص موظف أربعين شخص من قرائبه وفيه شخص موظف عشرة من قرائبه وحتى بالجلسة اللي صارت في دار رئيسة الوزراء نفسه نائب رئيس الوزراء تحدث عن الرئيس أنه والله فيه موظف واحد من مصحابه عادي بكل شفافية والله موظف واحد من مصحابه طيب إحنا قاعدين نحكي بقانون ونحكي بسيادة قانون وقاعدين نحكي بفكر وقاعدين نحكي بمواطن وإحنا نحكي بقفزة وبنهضة وخروج معنق الزجاجة ونطلع على الكاس المليئ ونطلع على الجهة الفارغة ونفكر في البلد أكثر وأكثر طيب وين التفكير في البلد؟ التفكير في البلد صار عبارة عن عماوين ومنشتات في الصحافة وشوفيني يمه وزغرتي أهلالي وخلص وبعدين سكر الطابق مواضيع كثيرة وقضايا كثيرة أنا اليوم مش هدفي أشرح الخبر أو خلص تحدثت سعادة النائب وقالت لنائب رئيس الوزراء وبلش يبرروا لبعض الموضوع رأيه انتهي بين يوم وليلة انتهى الموضوع لكن إحنا قاعدين نحكي إحنا كمجتمع محلي وين ثقافتنا اللي احنا ممكن نوجه نجي نبسك النائب تبعنا اليوم النائب وفاق بن مصطفى حكت في موضوع مهم جدا انت وين دورك تحققنا من الموضوع وإحنا بدنا نتحقق معك اليوم السوشال ميديا بحل قضايا كثيرة ونبلش نحل إحنا مع بعض إحنا كمواطنين نبلش نشتغل على قاعدة أساسية أنا تعبت ونبحكي في هذا الموضوع لكن بتمنى أنه إحنا نطبقه ولو واحد في المية لأنه هذا الحل الوحيد في وطننا لكن إحنا مغيبين ورح نظل مغيبين وبدهم نظل مغيبين وطول ما إحنا مغيبين والطاولة بنشغل عليها بطريقة عجيبة وغريبة وكله بأثر سلبا علينا وبس يخلصوا شغلوا وضبوا مصاريهم بقولك تعالوا حوار وطني تعالوا نقعد حوار وطني ونقعد على الطاولة وخدونا نفكر طب نفكر ما راحن المصاري اللي على الطاولة إحنا شو استفدنا راح ان المشاريع اللي عطاوا اللي احنا شو استفدنا احنا اليوم نجي بعد انتو ما تدفوا جيابكو نقودنا تحاور معكو انتو شبعانين وإحنا جيانين راح نفكر في شغلة وحدة اعطونا شوي وانسو انت شبعان مش فرقاني معاك وانا جيان مستوي بدي قرشين اعطيني ايان فيدي وبلا حوار وطني بلا وطن فهي المعضلة الموجودة عندنا ياريت انو نتفكر فيها ياريت انو نتفكر فيها راح نقطع شوط كبير من الحديث الزايد والحديث اللي بنقص كل منه فترة على فترة وبأثر علينا سرمن في حياتنا اعطونا الخبر اللي بعده وزير النقل انطلاق مشروع الباص السريع الايام القادمة قال وزير النقل ان قرار الاعفاءات الجمهورية لم يصدر الى هذا الوقت مضيفا ان القرار يشمل جميع انماط النقل الدولي والسياحي والتأجيري وهو قيد الدراسة مبينا ان ذلك يأتي ضمن سياسة الوزارة بتحديث اسطول النقل في المملكة واوضح ان الوزارة تتبع خطط تنموية جديدة لتطوير منظومة النقل خاصة النقل المدرسي والنقل العام والسياحي يعني هي الوعود اللي احنا مسمحها دائما عن تطوير 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 قطاع النقل نفس الفكرة اللي حكيت فيها في بداية البرنامج وانا انطلاقة البرنامج كانت هدفة بهذا الموضوع انا اليوم بدي احل مشكلة تتعلق بالنقل وانا الطرق اللي عندي سيئة جدا 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 الموضوع اليوم مش موضوع باص سريع وحتى المواطن الاردني لا تفكروا انهم فكروا كثيرا في الباص السريع ولا تفكروا ان المواطن الاردني راح يستقل للباص السريع وراح يكون هو همه الشاغل بالعكس انا بالنسبة لي نص الناس ما راح تركفي والاسباب كثيرة اول شي مركبات كثيرة والعالم كلها محا سيارات واللي ما معه سيارة يتعود على الباصات العادية راح يتغلف موضوع الباص السريع ليس موضوع الطرقات اللي احنا او بتحدث فيها وزير النقل اليوم احنا الطرقات اللي عنا سيئة جدا لا تصلح لسير المركبات شايفين في نص عمان الشوارع محفرة في المحافظات مصيبة وطامة كبرى تتعلق بالطرقات الزفت اللي عنا يعني ما بعرف هي زفتة ولا كورنفليكس ولا ما بعرف شو نوحها يعني بتحسهم بيجوا حتى لا قاعدة من تحتها ولا في اساس قوي ولا في ولا في بتطلع هذاك اليوم في برنامج بالمانيا ثلاثة متر تحت الأرض وهم قاعدين بيأسسوا للطرق ليك الطريقة بتقعد مئة سنة ومئتين سنة وبوفره يعني هو ماشي فيه تكلفة كبيرة لكن بتظل عمر احنا كل سنة من زفت كل سنة من نزل عطاء تزفيت كل سنة من نزل عطاء تزفيت كل سنة من نزل عطاء تزفيت كل فترة من نزل عطاء تزفيت وبتحس الزفتة مع أول شتوة بصير تفسخ بتشوفوا صدر الكنافة لما تحط عليها قطر كيف ببلش يفسخ نفس السلافة شوارع مهترية إذا شتت شتوة خفيفة ولا واحد رشت سيارة وعباب الدار بصيرت تحت السيارة حفره إذا واحد عمل يعني عباب الدار عرش صداك اليوم وأجوا الشباب دبكوا بزيح الزفتة معهم بظل مروحين فيها بتطلع في بوات الشباب اللي دبكوا هاي زفتة خلطت شوية ترامعة شوية حصمة وبحطوا عليها شوية ديزل وبفردوا فيها هالشوارع وحاسبينها على المواطن الأردن زفتة وبحطوا ملايين الملايين في العطاءات والله كلفت 100 مليون كلفت 20 مليون طريق الصحراوي هذا طريق الدولي اللي بيودي يعني من عمان وصولا للعقبة كل سنة سنتين ثلاثة بيعملوا صيانة وبعد المشاكل فيه أول بأول وهالطريق يعني مساحة الأردن كلها قديش 400 كيلو قدش المساحة خلني حكي مسافة من الرمثة للعقبة 400-450 كيلو الدول الثانية بترعش السعودية هاي المسافة بيعتبروها بين منطقة ومنطقة يعني مش دولة وشوارع ممتازة وكذلك طب شو السبب وفوق هذا كله حتى الدول الثانية اللي بتبعث هذا الطريق تكلف السعودية وهذا طريق تكلف العراقية وهذا كوري وهذا صيني وهذا ياباني بيعطونا هالمصاري واحنا انسى زي اللي بيعطيه واحد عشرين لر يشترى لأولاده بروح تجيب لهم اكسبير بروح بلم الأكل اللي في السوق اللي فيه خماخم وبلموا العيال وبطعميهم منه بتسمموا ومنه بخلاص منهم التليفون ألو مساء الخير مساء الورد أهلون هنا أستاذ مساء النور يا هلا فيك الله يعطيك ألف عافية يا أستاذ يا أستاذ الله يعافيك يا رب طول عمرك تفضل الله يا أستاذ أداخل على الله سم عليكم تفضل يا أختي الله قدرنا الله يقول تفضل والله يا أستاذ أنا هم سبت أطفال أكبر بناتي أمرها سبت عشر سنة وأظهر أطفالي سنة ومس والله يا أستاذ مكسور علي أجار ذات ثمن شهور ومهدي ببطر ورمي أطفالي بالشارع ما أنا مهيل غير ربنا وأنا داخل على الله سم عليكم وعلى اللي بسمعونا إنهم اللي بقدروا على يساعدوني فيه أنت سكان وين سكان عمال ماركا طب أنت منتفع من صندوق المعونة أو من التنمية لا إشي ولا إشي ولا بأخذ من أي بائرة حكومية إشي ولا إشي والله يا أستاذ أنت أرمليه ولا لا ولا ما أنا أرمليه زيدي مزجول على قرض أستاذ ربنا المهيل بس ما إنه مهيل غربنا قديش أجار بيتك أجار بيتي 180 دينار والله يا أستاذ 180 دينار إلي 8 شعور ومهددة بالطرب وإن طاحت البيت شك علينا بالمحكمة وإن يبكى المقامة قضيتنا يعني بس ربنا المستعانة أستاذ طب هو صاحب البيت رفع قضية عليك أنت يعني رفع علينا قضية مضيوط عليك أنت ولا أجوزك على أجوزك رفع قضية أجوزك محبوس أجوزك لا أجوزك لا أجوزك لا أجوزك ولا أجوزك ولا أجوزك وإن أجوزك وأنا داخلي على الله ثم على الانتوية الطيبة بالخير بالخير بالمليئة الرحلة عشان الأطفال مش عشاني طيب طيب يا أم نزار خليك مع الشباب في الإعداد وعيني خير إن شاء الله يعني أنا مش عارف بعض الأشخاص اللي بكونوا أجرين بيوتهم حقك هذا بيتك يبأجره وبدك أنت تستفيد أو تستفع منه لكن أنت شايف أن المرأة وأولادها وجوزها محبوس بترفع قضية كمان على جوزها يعني وهو محبوس جوزها محبوس تقلع أولاده من البيت ومرته شرطت العيلة كاملة وهو محبوس الزلمية ترفع عليه قضية وين حبس مرة ثانية وهو محبوس بعتقد هو مش راح تفرق معه لكن راح تفرق مع أولاده ومرته هالعيلة ما بعرف في ناس في بعض الأحيان بسأل بقول لك يا أخي والله هالخمسين الليارة بصرفها بتروح المئة الليارة بصرفها بتروح البلد ما فيها بركة كل هالبلد مش فيها بركة الفساد عم مليارات بتضيع الكل بنهب وبيسريك كل بوكل في هالبلد الاخو بطا يتعرف على أخو الشيء الاجتماعي راح هالنسيج اختلف وهذا الشيء اللي كنت احكيفين بداية الحلقة كل شي عنا في البلد يعني وصلنا لمرحلة انه احنا اللي سحبنا البركة احنا اللي سحبنا البركة من البلد ووصلنا هالبلد لهاي المرحلة اللي اللي كل شيء فيها مرتبط بهويتنا وبأعرافنا وبعداتنا وبتقاليدنا صار ممحي طبعا أخت أم نزار على شاكلتها آلاف مؤلفة من الأردنيات والأردنيين الأشخاص اللي عانوا دولتنا اهتمت باللجوء اهتمت بالأشخاص اللي بيجوا من بره وقالت احنا نصرف عليهم 70% من المصاريف اللي بتكلف اللجوء اللي موجود عندنا في البلد بطرود بمساعدات بأكل بطائرات أدوية بلا آخرين لكن ما فكروا في هالمواطن الأردن البسيط اللي بعاني واللي عنده مشاكل والآخرين المليارات اللي بتجينا من بره بقول لك والله راحت لدعم التنمية وراحت لدعم المشاريع التنموية وانت في الأصل مش شايف مشاريع تنموية على أرض الواقع مش شايف شيء ملموس على أرض الواقع كمواطن بسيط عادي وانت بتقول طب انا وين المشاريع التنموية الى هالمليارات والملايين كل ما يجي مليار من بره ولا ملايين قال سد عجز او مشاريع تنموية طب سد العجز وهذا العجز انتو ماخدين منه كل اللي في جابنا والمشاريع التنموية اللي انتو قلني بتحكوا عنها مش شايفين شيء على أرض الواقع مشاريع تنموية فانا كمواطن أردني بصير افكر في الهجرة وبصير افكر في البر البلد وبصير افكر الاسرق وبصير افكر اقتل وبصير افكر ادمر هالنسيج الاجتماعي اللي انا قاعد بحكي فيه وبقاتل عشانه لانه اذا خسرنا والله العظيم ما تبقى من اخلاقيات وما تبقى من ثقافة وما تبقى من فكر وما تبقى من هوية راح نخسر كثير راح نخسر كثير واحنا الان مش بخسارة لا احنا بمرحلة ممكن نفوت فيها على خسارة عظيمة هاي الخسارة راح تأثر على البلد وتأثر على كل شيء في البلد فالشيء اللي انا يعني بحاول اوصله اكيد انا مش شخص ما بتابعني كل الاردن جزء بسيط من المواطنين وبشرثني اكيد متابعتهم لكن بتمنى ان المعلومة تصل الناس اللي بتتلقى المعلومة ما تخذها بالسطوبوب المهزرة اللي تعودنا عليه ما تحكي والله هذا شو قاعد بيسولف وشو قاعد بيحكيには وحده شو بدي يصلح الوضع ما الوضع خربان الوضع خربان لان انا و اياك سكين الوضع خربان لان انا و اياك within feeling of terrorism الوضع خربان لان احنا ما فكرنا في مكوننا الداخلي احنا ساهمنا اكثر و اكثر صرنا نحسب علاقتنا مع الاخرين علاقات مالي الى اكثر ولا اقل علاقات مرتبطة بالمصلح على أكثر ولا أقل صار الواحد لما بجزور أخوه صار يفكر بكاست الشاي وكاست القهوة يعمل يروح زوره ما بده لا يشربك ولا تشربه حس بس بوجوده قرابتك حس بوجوده الشخص لما تشوفه تعبان روح وقف معه الشخص لما تشوفه مريض روح زوره مجرد زيارة يا أخي لا تأخذ له هدية انت خايف من هدية ما بده هدية منك مجرد فوتك عليه خلينا نبعد عن الأمور اللي فيها تكلفة بدأ من الوضع اقتصادي سيء ونتعامل مع بعض والله البركة راح ترجع البركة راح ترجع لكن ترجع بعلاقتنا مع بعضنا البعض ما بدنا من بعض إشي يا أخي تعال أحذر العرس ولا تنقض تعال أحذر الأعزاء ومش مطلوب منك إشي بس خلوا فيه تكافل خلوا فيه تكاتف خلوا فيه شيء بسيط يرجح العادات الحلوة طهر هره نحكي يا زمان نرجع يا زمان ومنذكر أيام زمان ومنذكر أشياء الحلوة طيب شو اللي اختلف نفس الهواء ونفس المي ونفس التراب ونفس البنقادمين ونفس الجينات لكن اللي اختلف فينا إحنا ضيعنا البركة من أدينا وضيعنا أبسط الأمور اللي بتخلينا نغذي حاننا ونغذي مجتمعنا بالطريقة الصحيحة إحنا نركبنا الناس عظهورنا وإحنا لوصلنا حاننا لهاي المرحلة وللأسف بعدنا مستمرين في دمار أنفسنا ودمار مجتمعنا ولليوم بعدنا قاعدين منتنمر وبعدنا قاعدين منوصل معلومة غلط وبعدنا قاعدين منكذب وبعدنا منسحج على حساب إيش؟ على حسابي وعلى حسابك على حساب الناس اللي بتموت من الجوع وناس بتنترض من بيوتها كله إله ضريبة زي ما كنا منحارب ضد قانون الضريبة على الدوار الرابع ومنحارب في الإعلام إحنا قاعدين مندفع اليوم ضريبة أقوى من الضريبة اللي قررتها الحكومة ضريبة ابتعادنا عن الدين وابتعادنا عن الفكر وابتعادنا عن الهوية وابتعادنا عن ثقافتنا الداخلية وابتعادنا عن أردنيتنا فقاعدين مندفع ضريبة كبيرة الضريبة هاي اللي دخلت الفاسدين والمفسدين وسحبوا كل مصارينا ربنا صلتهم علينا حتى يحسسنا انه احنا بعيدين عنه احنا بعيدين عن كل مكون داخلي في مجتمعنا لكن بطلنا نحس بلدنا تروضنا وصلنا لمرحلة صار كل شي داخلنا بس يستفزنا لمرحلة التوتر والتعب النفسي وصار الواحد يحكي محانه بالشارع وما يلاقي حد يسلم عليه أعطينا الخبر اللي بعدو يلا طيب شطب أربع ملايين مخالفة منذ صدور العفو العالم يا خالد شكرا شكرا شطبت أمانة عمان تذلونا بهذه السلافة إلو مسبوع ما بنزل أخبار شطبنا 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 ما هو أجوب كنت شطبوا ليش حاطينه عفو عام العالم بقولك 78 مليون دينار وشمل شطب مخالفات ما كان منها داخل حدود العاصمة إضافة إلى البلديات في المملكة والأخري من الأهور وشمل مخالفات الوالدة في قانون السر ودفعوا الناس غرامات يعني قال لك تعال ودفعوا غرامات فطلعوا هاي بهاي لا تفكر يعني إنه بكرة أعطيهم كمان شهرين بس صدقني 78 مليون راح يرجعون بأي طريقة كانت راح يرجعون فلا تخاف على الحكومة يعني خبر من الأخبار اللي اللي نحب نوصلها دائما أعطيني الخبر اللي بعدو يلا مطالبة بتقليص مدة حبس المدين مع أنه القانون عندنا في الأردن ولا خلينا قراء الخبر بعدين أنا بشرح شو موضوع القانون طالب 47 نائبا في مذكرة ووجهوها إلى رئيس مجلس النواب بمن سعادة في الطرابنة بعرض عدد من التعديلات المقترحة حول قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 على مجلس النواب لإتخاذ القرار المناسب بشأنها تتضمن تقليص وتحديد مدة حبس المدين قانون تبعنا قال لك أنه المدينة المعسر لا يحبس المدينة المعسر لا يحبس في واحد يقول لك طب كيف المدينة لا يحبس أنا بقول لك كيف لا يحبس أنت شخص معسر وضعك المالي سيء بدك تستثمر بدك تشتغل بدك تجيب بضاعة عندك للمحل جيت على فلان الفلاني كيف حالك أهلين بدأخذ من عندك بضاعة بدأ أشغلها عندي في المحل أنت عارف أنه هذا الشخص ما معه وانت عارف أنه ما عنده في البنك وانت عارف بس بدك إذا تدينتم فاكتتيبه فراح الزلم يقول لك تعالي عم تفضل هاي شك بالمبلغ اللي أنا بدي أخذه منك حق البضاعة نظام الشك معروف بصرف في أي وقت نظام تاريخه إذا ما فيه يحبس ومدة الحبس تسعين يوم ولا آخر اعتبره جرم أنا لما أوافق كشخص أني أقبل أخذ منك شك وأنا عارف أنه ما فيه مبلغ إذا الموضوع صار موضوع اعتماني لا أكثر ولا أقل وأنا مشارك معك في الجرم لأنه أنا عارف أنه ما عندك مبلغ بأخذ هالشك أنا وبعسب حاله بطلع بعد يومين بروح بحطه في البنك أنت كشخص يعطيني هذا المبلغ أنتك تسدي بعد شهر شهرين ثلاثين أنا حبيت أنه والله لا بدي أذلك رحت حطيت هذا الشك في البنك ورجع ورفعت عليك قضية أنا شريك معك في الموضوع لأنه أنا عارف أنه أنت معسر فقال المدينة المعسر لا يحبس الأنجل بفاوضوا قاعدين أنه بالله ننزل مدة الحبس طب الفكرة اللي إحنا ممكن نطرحها أنت كدولة اليوم وين دورك بعد الضعف الاقتصادي والفقرة اللي معايش المواطن فيه أنت مشرح المواطن ومش مخلي معه ولا تعريفه هذا إيش اتفقنا عليه تمام طب أنا كمواطن اليوم في الحالة الاقتصادية السيئة اللي معايشيتين فيها الحكومة بالضريبة وبالرسوم وبكل شيء أنا مش قادر أصرف أحالي وأصرف أولادي فمضطر أني أروح أوقع شق حتى أخذ بضاعة وصار الموضوع موضوع اعتماني انتهينا من هاي النقطة اليوم هذا الشخص المعسر كيف بده يسد إذا هو أصلا ما عنده شيء ممكن يسد منه والبضاعة اللي أخذها أخذتها منك والوضع الاقتصادي في البلد سيئ جدا وبدي هاي البضاعة لما أبيحها بدي فترة زمنية طويلة حتى أقدر أحصل للربح البسيط وأصرف أحالي من كم المصاريف الكبير الموجودة عندي وهذا الشخص راح رفع عليه قضية طب أنا شو أعمل حبسته وقفت البضاعة وجمتها في المحلات ومنعت عن أهله الأكل والشرب وحبسته صرفت عليه جوه الحبس وهذاك لا هذا استفاد ولا هذا استفاد معنهم اثنين مشتركين بتجرم إذا اعتبرنا جرم وإنت كحكومة ما قدمت تسهيلات لا قلت لي مثلا تعالي يا عمي بدي أطلعك وبدي أوفر لك شغلة معينة وبدك تقبلها بدي أشغلك عام الوطن أنتو الشباب اللي كنتشتغلوا عام الوطن الكرات ب250 دينار بدينا نأخذ 150 دينار منهن سداد للفكرة زي ما بيجونوا من الصين ومن منغاليا ومن الهند اللي بيشتغلوا عندنا قاعدين في المناطق الحرة هذوق كلهم أشخاص محكومين الدولة بتبعثهم منها بتعطيهم مهنة ومنها بتستفيد مصاري عليهم وبتحسن ميزانيتها ومنها بتسد الأشخاص المديونين وعلى قدر إن كان هي حسنت بالوضع وامنعوا عن السفر امنعوا عن السفر وانتهينا أنت اليوم ساهمت برفعة مجتمع لما طالبنا بالعفو العام في موضوع الفترة الزمنية السماح حتى الناس تقدر تطلع تشتغل وتجدد هوياتها وتعمل وتقيم وتحط الكل صاري ينقذ من ما شاء الله النواب اللي بيشتغلوا في الحقوق وفي الأمور هاي كيف قضايانا بتخرج مصارينا بدنا نعيش لكن باقي الشعب 650 ألف الله لا يردهم الله لا يردهم ما عنا مشكلة فيهم أنت هذا الشخص اليوم اللي أنت حابسه طب هذا كيف بديو يشتغل كيف بديو يروه كيف بديو يجي كيف بديو يصرف عولاده وقاعد في هالدار ومتخبي قاعد في هالبيت ومتخبي حتى الأمن العام أنت قاعد بالدفع وبنزين وبالدفع مراقبة وبالدفع ملاحقة وبالدفع دوريات وبالدفع وبالدفع وكلها مصاريف زايدة وإنت قادر تحل الموضوع بطريقة سهلة بطريقة أنك تخدم فيها المجتمع إذا بتفكري كحكومة أنك تخدم المجتمع أو بتفكروا أنه نطلع إحنا وإياكم على الجهة المليئة من الكاس إذا بدكم نطلع إحنا وإياكم على الجهة المليانة ونترك الجهة الفارغة لكن أنتوا اللي وصلتونا لمرحلة أنه نطلع على الكاس ونشوفه فضل وبحكيها لكل مسؤول استلم في هالبلد حكومة وزير أنتوا اللي أجبرتوا المواطن الأردني يشوفه في الكاس فاضي أو بالأحرم يشوفه في الكاس كليات أنتوا اللي أجبرتوه بتصرفاتكم وبقوانينكم وبأفكاركم وبنهبكم لهالبلد وصلتونا لهاي المرحلة وصلتوا الطالب المواطن الأردني اليوم أنه والله بالنياك تطلع وين يطلع وظل في عيون يطلع وظل في عيون يطلع وبعدكم بتحكوا بالفلسفة بعدكم بتحكوا بالجانب الفلسفي أنه والله بدنا يكونوا تطلعوا على الجزء والخروج من عنق الزجاجة أي زجاجة حتى الشركات تبعات الببسي والكولا غيروا القزايز وحولوا العلب وأنتوا بعدكم بتقولوا قزايز القزايز تروح لشغلات ثانية والمواطن وصل لهاي المرحلة بدون ما خستر وصل لمرحلة فقد أعطينا الخبر اللي باته الأردن في المرتبة السادسة عربيا في مؤشر الحريات العالم وشوف يستفيدين يعني الأردن أول عربيا والثالث عربيا والرابع في الفساد والخامس في الضحك والسادس ما مش مهم مش مهم الخبر كثير يعني خلص أحنا الحمد لله شو أخذنا من مرتبة السادسة يعني السردي روح اليوم لقى كيلو خبز عباب الدار يعني مش عارف لقى سيارته فيها بنزين حسنا اليوم اليوم يعني احد المحطات المحروقات هات رجالي رجالي يجب أن تحط لك خبر طلع في سحنت يوم قال لك عبي بعشرين وخذ خمسة حطينا كل البنزين اللي معنا من وراء الأزمة العالم هيك عشان خمسة ليرات بدك يا حكومة تعرف شو وضع المواطن الأردني روحي على الكازيات اليوم من الساعة ثلاثة للساعة ستة طوابير رنجات رنج حقها ثمانين ألف واقف على الطابور ودي يعبي عشان يوخذ خمسة ليرات زيادة رنج معه يعني وقفته هو واقف بس بدعس بنزين ضيع الخمسة ليرات شفت المواطن ما وصل اطلعوا على الصورة العام اليوم اطلعوا على الجوهر اطلعوا على الفكر اطلعوا على مش عارف فهذا الشيء اللي احنا وصلنا له هذا الشيء اللي احنا بصراحة مش عارف شو بدأحكي طيب اعطوني خبر بعده الضريبة تدعو لتسوية القضايا للاستفادة من الاعفاء دعت دائرة ضريبة الدخل ومبيعات المكلفين ممن لديهم قضايا منظورة امام حكمتي البداية والاستئناف الضريبية اغتنام قرار مجلس الوزراء باعفاء الغرامات والمبادرة الى مراجعة مديرية القضايا في اداء الدائرة لاجراء المصالحات تمكينهم من تسديد الارصد المتوافق عليها قبل نهاية شهر شباط الحالي خبر واضح قرار حكومي وانه اللي بالنسبة للموضوع الضريبة لحق منع فيك من الغرامات وراح يطلعوا مبلغ كبير مر الماضي يطلعوا 65 مليون او 98 مليون وهذا الشيء يكوننا نتمنى على موضوع التسوية عند الناس واعطاهم مساحة من الامل حتي يقدروا صوبوا اوضاحهم واذا ما قاعد تقدر تلم وانت بتقيم الغرامات انت ممكن توقف فترة زمنية وتساعد الناس تخلي الناس تتنفس الناس هاي اللي فوق اللي بتدفع ضريبة محها مصاري مش فرقاني حتى الغرامات مش فرقاني معها لكن اللي ما معه مصاري ما معه مصاري وبدور زي اختنا ام نزار بتقول لك جوزها محبوس ومش قاعدة تصرف عولاتها بس همها تأمن اجار الدر مش اكل ولا شرب ولا اشي همها تأمن اجار الدر بغياب جيرانها والناس اللي حواليها بجوز شايفين وضحها وكل ساكت لا بد اساكت بخاف بخاف هذاك اليوم يوم الجمعة بخطبة الجمعة موحدين الخطبة بقول لك حب الوطن حب الوطن والشيخ في نص الخطبة حكى انه ادعموا المساجد ادعموا المساجد انا الحارة اللي فيها او الحي اللي فيه فيه بجسد مساجد تمبنى قاعدة قبل فترة ثمانمائة الف دينار اخر مسجد تمبنى والله لقمة في بطن شخص او طفل ميت من الجوع احسن من الف مسجد رب العالمين امرنا انه احنا نخدم انفسنا لما نصلي منصلي في اي مكان بتفوت عبعض المساجد بتلاقي اربعة خمسة قاعدين بيصلوا مسجد تكلف مليون طيب مش الاحرة فينا انه نجتمع كل النات في مسجد واحد وبنفس الوقت هالمصاريف وهالمبالغ اللي بتم صرفها على المساجد انها تكون اولى لهالفقراء الناس اللي نطلع فيها الغارمات من السجون ونعيد البسمة والفرحة لام يتقابل اطفالها نرجع اب لأهله عائلات مش لاقي توكل الخبز ولا اللحمة ولا البندورة ولا الجاج مش الاحرة فينا نعمل مشاريع صغيرة نوظف فيها هالناس 200-300 دينار اللي يقدروا يساعدوا حالهم ملايين ملايين تصرف كلهم شوفيني يمه والله هذا قال الجامع لمين بناه فلان لفلاني هو بده منه الأجر ولايش بده منه جماعة الخير اذا موضوع صلاة في الجوامع كثيرة وفاضية يوم الجمعة بتشوفها العالم التمي فيه والأيام العادية هيا هسا أذن العشة اطلع أصلاف عشة شوف الجوامع أول صفه ثاني صفه الباقي فاضي بتكوا ترجعوا البركة شوفوا هالناس الجعانة شوفوا هالناس اللي تدعي لكم انه الله يتقبل صلاتكم وبندعي يوم الجمعة ورافعين ادينا اللهم اقضي على اليهود الغاصبين اللهم اقضي على اليهود الغاصبين واحنا عدادنا ملايين الملايين مش قاعدين يتحرك اللهم اقضي على اليهود الغاصبين واحنا الجيراننا مش لقين يأكلوا اللهم انصر بلدنا وحافظ على أمنا وأماننا واحنا برا الجامع داقين في بعض وما خلين عحالنا اشي والله غلط والله العظيم حرام ايه بقولك وزير الأوقاف اليوم حاكي او شخص في اربلد حاكي عن الضريبة مروحينه لازم يحكي عن حب الوطن طيب اعطيني الخبر اللي بعده بالنسبة لموضوع دعم الخبز اصرفوا دعم الخبز او ارجعوا السعر كما السابق طالب أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة التفاصيل الجديدة عن آلية التقديم لدعم الخبز وهو الاخير من الأمور اللي احنا حكينا فيها والمواطن الأردني بقولك يا عمي يا بتصرفونا دعم هالخمز اللي ذليتونا فيه او انه بتحلونا هالسلافة يعني خلص رجعوا سعر الخبز زي ما كان وخلينا نخلص لانو وصلنا لمرحلة تعبنا احنا كمواطنيين تعبنا كل يوم قاعدين نصل لنتيجة انه بكرة بعد بكرة بكرة بعد بكرة الناس اكترضت عليها في ناس وعد ولاده تجيب له شتات جديدة للمدارس ما جاب في ناس كان بده يزبط وضع ولاده في المدارس ما قدر في ناس بده يتفحل الكهربا ما قدر لا تفكروا انتم ماخدين للخبز يعني تفكروا ان المواطن بديو خذوا ويحط في الخزان اشتروا خبز رايحات متدائل عليهم وماك الهوى والله يعلم فيه قداش لما بدو حصلهم قداش دو حط كاسي وقداش دو حط مواصلات وتلفونات وطلع وما طلع وبيجي بقول لك والله احنا بعدنا من ناقش دعم يا والله موضوع دعم الخبز انا مش شايف فيه اشي يقرق الدولة مليار ونص مليار مصاريث مصاريف عن طريق ديوان المحاسبة لما طلوا على التقارير للبلديات والمؤسسات على تلفونات وعجال وصواني واكل وشرب وزينة مليار ونص وعجزنا كان 150 مليون في موضوع الخبز يعني حرام وعيب بس برجع بقول هاي الشغلة بدها زلم هاي بدها زلم الواحد لما يوقف زي رحمة الشهيد وصفي لما ما خاطب مسؤولين عاديين بريطانيا العظمة وامريكا قالهم بتكون ذلونا في القمح تبعكوا منزرع قمح ومنوكل طلب بصلة وخبزة وكاسة مي قالهم هذا الخبز احنا رح نزرع القمح في حوران والبصل والبصل هاذ اللي شايفينه رح نزرع عنه في الغور وبالنسبة للجبن وللحليب وللأمور هاي الله بعيننا بنعمل مسارع بقر ونربي هاي المواقف الرجولية اللي بتبين لك انه أنا خايف على البلد أنا بحب البلد أنا بدي أخدم بلدي بدي أقدم شيء لبلدي هذا الاشي بخليك انت هيك رافع راسك بخليك انت بتحكي فيه حتى لو الصيب طابك بتقول والله العظيم أنا مبسوط بتقول أنا مبسوط أنا مفتخر لأنه فيه شاي فيه فيه نفس نفس رجال بحي رجال لكن بطلعو لك والله احنا قادرين صندوق النقد حكى معنا التلفون قائل ارفع عليهم صندوق النقد حكى معنا التلفون وبدو ميقترضوا منه وطهرب بدن دليلي برا صندوق النقد عطيني هات خبر شاب يحاول قفز من شرفات النواب حاول الشاب بالثلاثاء القفز من شرفات مجلس النواب الى قاعة الاجتماع بعضه مو أول واحد ولا آخر واحد والأمن ما قسر معه ويحمل أوراق فيه ديوت ولم تتضح مطالبه الآخرين يعني شاب عنده مطالب معينة مو كمان قاعد فيها الدار عف قلبه عف قلبه بده يوصل صوته فيش حدا موصل صوته فيش حدا راد عليه ما في واحد قادر يخدمه قل لك أنا مع أخريتها راح قفز من فوق الشرفة بعد ما حطوا عليها قزاز ونزل وصار يطارد ورا النواب وورا الوزر من شاء الله يخوانا شوفونا انتوا ليش قاعدين هنا انتوا ليه قاعدين انتوا ليه قاعدين 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 تحت القبة وكونديشينات وأكل وشرب وغديات مين تخدمون مش تخدمون احنا طب وين الخدمة طب وين الخدمة طب هاكوا قرارات صوت صوت قيم حط قيم ما في واحد يفكر فيه ولا واحد بالمية كل يفكر المصدرع الشخصية قاعد والمواطن آخر همنة يعني شو شو مواطن انت تظل لك تصفق بس أكثر من هيك دورك في الحياة انك تصفق تظل لك تصفق وسحج وزغرة وغصبا عنك طب وحقوق يا جماعة الخير ما فيها انت تظل لك احلم تظل لك اتمنى تظل لك قول ياريت وياريت ياريت وياريت لما نجفنك هاتو الفيديو انا انصفوا انا شدكم الله انا شدكم الله انا شدكم الله انا شد الملك ثم النواب الصرفاء ان ننصفونا بقضية مكتن ابن نشرطة احمد اسماعي اللي استشد هو برتدي الشعار اللي بمثل جلال السيدة وبمثلكم وبمثل طراب الملد هاي انا بدي دم ابني انا بدي انصف لي جلال السيدنا يا جلال السيدنا يا ابو العدل يا ابو الشرفة يا جلال السيدنا يا ابو الاردال عليب من ناشصك منا انك تنصفنا انا كوني في قاب جلال السيدنا ما رح ينصفك arranتو عندي ااجالي كتما اباتتور بأييدة انا بدي حقوق بس انا بطالق من جلال السيدنا انه بدي حقوق احمد اسماعي كاملة انا ما بديش اغرهي بترزاكم برد بناشدكم الله يا ضحاصة اشتركوا المسؤك Committee ابن احمد راح خلص، أنا بدي حقوق، كنت طالب بكاتل، ما بدي حقوق، أنا بدي حقوق، أنا عشان لا أشوفيش إنه إيشي راح جاءً، بترجعكم بالله عليكم، إنكم تساعدوني، تساعدون نجاحكم بالله، أحجاركم بالله، أنا ما بترجع ولا مشحد، أنا بدي حقوق شرط الشرطي أحمد صباحي، هذا ابني فلس كبدي أنا، أنا أعطيتهم إياه، ناشي على زيارة جعولي يا محمد الكفر يعني هو الواحد ما بعرف شو بدي حكي بصراحة، الحديث أبلغ من أي حديث ممكن أنا أتحدث فيه أو أتفوه فيه أو أحكي أو أناقشه طبعا قضية شرطة أحمد صباحي هذا الحكي من 2010، أنا بذكر في حدة الحلقة زمان هذا الحكي من 2011 حكيت في الموضوع وناقشنا، لليوم بعد أهله بطالبه بحقوق برجع بكرر الموضوع مش موضوع أحمد صباحي، ولا موضوع شخص بنطم الشرفة، ولا شخص بروح بلجأ إلى مجلس النواب ولأنه شخص موضوع موضوع وطن، الموضوع موضوع حب وطن، الموضوع موضوع إخلاص، الموضوع موضوع هوية، الموضوع موضوع فكر ناديت إذا أسمع تحيا فلا حياء ولا حياء لمن تنادي بصورتيش تضحكوا قديم طيب تصفي عامة ظل ضحينا كثير وما في حل هالعيشة صارت ذل بذل قررنا نسكر هالمحل ونصفي هالبضاعة وين وينفل هذا فنان هذا شعر هذا أسمع من كثرة طفر من كثرة طفر علقها على هاي فأصبحت المعلقة السوبرباركتية يا وين القلبي، وين الحالي طيب وش نسوي؟ ودنا لدعي وين وين نروح؟ قولت هذا شعار كل مواطن أردني وين وين نروح من 2018 وفوق أخي بطلع هالدول المجاورة طلع قطر قاعدين بحضروا كأس العالم 2022 جمعة بلشانين سعودي بلشانين في مشروع الإمارات بلشانين في ناطحات السحاب سوريا رجعت بلشتها السفعمار سوريا البنزين عندهم مرخص ميزانيتهم كيفة أمورها طيبة حتى في فلسطين معنها محتلة يا أخي عالم عايشي غاد هاي الناس تروح سياحة غاد تنبسط تركيا مبسوطين اللي وين عندنا هان احنا ما نعرف ورباط احنا اهل الرباط طيب ليسعد مساكم وإن شاء الله نلتقي معكم دائما على خير المحبة وإن شاء الله المعلومة تكون ترسخت وصلنا معلومة يعني ها نشد قلبنا شوين نشد حيننا يا جماعة خير والله العظيم البلد تستاهل تستاهل ما خفض خطبي انت يا ابو الخطبيات انت أضعه داي طبعا ما الشغل يا مخفضات وفي الدار ودي صوب طيب فيه مخفض قطبي يوم الخميس ديروا بالكواه لاحكوا جمعوا خبز جمعوا كهز ع 1100 جمعة الزرق مالكوا دخل وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج صوت الشعب وإن شاء الله تكون صوت الشعب ونفس الشعب وحديث الشعب بكل شيء من وصله تحية لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة